اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا لله سجنوه يا لله وهو امامهم سبط النبي معادل القرآن يا ويلهم ماذا ارادوا منهم حتى ابادوهم من العدوان وكأنما قال النبي لهم ألا جوروا على أهلي بغير تواني سموا الإمام العسكري عداوة وسقوه كأس السم بالأشجاني من بعد ذا منعوه عن شرب الدوى فهوت ذكاء من سما عدناني وثواه مهدي الزمان بلحده وثواه مهدي الزمان بلحده من بعد ما قد لف في الأكفان عظم الله أجورنا وأجوركم مشاهدين الكرام بهذا المصاب الجلل ونحن في هذا اليوم وذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري هذه الذكرى الأليمة التي تمر علينا ببالغ من الحزن وبالغ من الأساء السلام عليك يا سيدي ويا مولاي أيها الإمام الحسن العسكري يا سيدي ويا مولاي اشفع لنا عند الله فإن لك عند الله شأنا من الشأن أنت أيها الإمام الذي حويت ذلك السر في صلبك فكنت أبا لسيدنا ومولانا وولي نعمتنا إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف تلك البرهة التي عانى الإمام العسكري فيها معانا واجتهد كثيرا لاجتهاد حتى أنه كان ولشدة الضغط عليه يخفي ذلك الحمل المبارك أخفت أسرة الإمام الكريمة ذلك الحمل المبارك ذلك الإمام الذي سيملأها قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا مصيبة عظيمة مصيبتنا بأبي ولي نعمة بالإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أيا صفوة المهدي أيا صفوة الهادي ويا محي الهدى أيا صفوة الهادي ويا محي الهدى ومحكم دين المصطفى وهو دارس ولما مضى الهادي أريت معاجزا بها أرغمت من شانئيك المعاطس بنفسيا 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 ما نالت به سر من رأى بنفسيا من نالت به سر من رأى فخارا فخارا لم تعالقه النجوم الكوانس بنفسيا من أبكى النبي مصابه وأظلم فيه دينه فهو شامس بنفسيا محبوسا على حبس حقه بنفسيا محبوسا على حبس حقه مضى وعليه المكرمات حبائس هكذا كان الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه هكذا كان يعيش تحت الضغوط الشديد وهكذا كان قد سلط عليه كل أدوات السلطة لتمنعه من الأداء ومن إتمام الرسالة المحمدية الأصيلة لكنه أبى إلا أن يتم عمله لأن الله يأبى إلا أن يتم نوره أنا أنت تكويني أراف الطيني حسيني حسيني كالبلع حليب حسيني كالبلع حسيني كالبلع حسيني كالبلع حسيني كالبلع يقيني براسي طفل عباسي حسيني كالبلع تحية طيبة تحية طيبة لكم مشاهدين الكرام تحية مشوبة ببالغ من الحزن والأسى ونحن في رحاب هذه الذكرى الأليمة فلنتقدم سوية إلى مقام صاحب العصر والزمان إمام الحجة بن الحسن العسكري لنعزيه بأبيه الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يا صاحب العصر أحسن الله العزى لك في أبيك سليل طاه الأطهري قد جرعوه القوم كاسات الردى فقضى شهيدا والأنام بمنظري ولئن صبرت لهذه ونظيرها فأنا وحقك جف بحر تصبري فإلى متى يا ابن النبي أما ترى كل ابن أفاك عليكم يجتري سيدي عجل إلينا بظهورك لا تحرمنا من لقياك إنه أبوك العظيم الذي سم وقتل مهضوما مسموما عام مئتين وستين للهجرة أحداث لطيفة كانت تجول في ذلك الزمان وفي تلك البرهة إرهاصات كثيرة كان يعيشها الشيعة وكان يعيشها محبو أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكثر من ذلك هناك إرهاصات كانت في داخل بيت الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه كانوا كلهم يعيشون في هاجس الإتيان بالمنتظر الإتيان بالإمام الحق العظيم الثاني عشر من ولد محمد صلى الله عليه وآله ذلك الذي قال عنه النبي إنه سمي إمامنا المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أخفت الأم ذلك الحمل وبإرهاصات وبتكتم شديدين أتى ذلك النور الكبير الكامل إلى عالم الوجود دخل إلى عالم الوجود وبدأت الضغوطات تزداد على الإمام الحسن العسكري دس إليه السم وكانت شهادته على قول في سنة 260 في هذا اليوم وفي مثل هذا اليوم هناك أقوال أخرى طبعا تخص شهادة إمامنا العسكري وأيام أخرى يقولها البعض يقول البعض في أنه في الرابع من شهر ربيع الأول وعلى قول ثالث على قول ثالث أنه السامن من هذا الشهر على كل اختلاف الأيام ليس كثيرا المهم أن نقف على أعتابه وأن نجد أنفسنا واقفين ببابه ناهلين من مناهله العذبة لكي لا نبقى ضماءا ونحن حقيقة نعيش ما عاشه في تلك المدينة البعيدة لأن نلاحظ هناك أمر مهم جدا يمكن الإشارة إليه سام الراء حقيقة لم تكن يعني كما هي طوس وكما هي مثلا بغداد في فترة وكما هي الكوفة سام الراء كانت عاصمة جديدة العمل في مثل هذه العواصم من الناحية السياسية صعب جدا يحتاج إلى حنكة سياسية عميقة جدا حتى يستطيع الإنسان أن يحقق إنجازاته الإمام الحسن العسكري صلى الله وسلم عليه كان يتواصل مع القوم من الخارج وحقيقة هناك أحداث جرت أحداث غريبة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وشهادته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى انتقالا وهو ملءه الشهادة وملءه الولاء وملءه الإخلاص وإعطاء النفس هؤلاء لأما صلى الله وسلم عليهم لم يقصروا ولم حقيقة يتوانوا في بذل أغلى وأنفس النفائس ألا وهي الروح في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي طريق الحق ولإتمام طريق الحق الكلام كثير عن إمامنا الإمام الحسن العسكري صلى الله وسلم عليه لكن لا يمكننا أن حقيقة نحيط به في هذه العجالة وليس أيضا من نظيفة أن أحيط بهذا الكلام فلنا إن شاء الله فقرات تخص هذه المناسبة الأليمة تخص هذه الذكرى لكن حقيقة لنكتفي ولو بقدر قليل بما يليق بنا نحن دائما نقف على أعتاب أهل البيت صلى الله وسلم عليهم نخاطبهم بهذه الطريقة فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك والآن نقف بين يدي سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري صلى الله وسلم عليه ونقول له سيدي ومولاي اشفع لنا عند الله فإن لم نكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك إرهاصات البيت النبوي في تلك الفترة وولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وإخفائه عن الناس وقروج شخصيات مثل جعفر وإلى ما هناك من الأمور التي تخص تلك البرهة الزمنية حقيقة أمور تحتاج منا أن ندقق وأن نقرأ وأن نتابع وأن نعود إلى هذه القضايا يعلنا نستفيد ونستفيد العبر لحياتنا التي نعيشها الآن بنفسي من في كل يوم تسومه هوانا بن العباس وهي عوابسه بنفسي مسموما تشفت به العدى قضى وبها لم تشف منه النسائس بنفسي مكروبا قضى بعد سمه بكاه الموالي والعدو المشاكس فلا كان يوم العسكري فإنه ليوم على الدين الحنيفي ناحس حكى جده عمرا حكى جده عمرا وسما وغربة ومارس من أعدائه ما يمارس حقيقة عاش الإمام العسكري في تلك البرهة المظلمة لكنه ذهب ليترك لنا تراثا عظيما كلمات كبيرة وعميقة يمكن أن نتدبرها ويمكن أن نصل من خلال التدبر فيها إلى معاني دقيقة وإلى الله عز وجل ورد عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه وصاحب هذه الذكرى وصاحب هذه الحلقة أنه قال نحن حجج الله على الخلق و أمنا فاطمة حجة الله علينا لاحظ هذه العظمة و لاحظ هذا الكلام ما معنى كلمة حجة الله ما معنى أن ندرك هذه المعاني العميقة ما معنى أن سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها هي حجة على الحجج الدين هو العقيدة الدين يجب أن لا تشوب عقائده رذالات التاريخ و نجاسات التاريخ يجب أن نكون صريحين واقعيين دقيقين في كل ما نريد أن نعتقد به و يجب أن نكون منصفين لاحظ هناك على مر التاريخ الكثيرون و الكثير من الشعراء و الأدباء و المفكرين و العلماء الذين توجهوا إلى سيدنا أمير المؤمنين إلى المذهب الحق رغم أنهم لم يكونوا عليه فذلك الشاعر يقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا يا سماء اشهدي و يا أرض قري واخضعي إنني ذكرت علي فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا هذه الكلمات العظيمة التي تركها لنا الإمام الحسن العسكري لنتدبرها و لعل هذه الحلقة سبب من الأسباب التي تجعلنا نجتمع و نتذكر هذه الكلمة هذه الأيام هي أيام الحزن على سيدتنا الزهراء صلى الله و سلامه عليها هي أيام الحادثة الفجيع التي آذت الزهراء التي جرحت الزهراء التي تجاوز بها القوم على الزهراء صلى الله و سلامه عليها في هذه الأيام التي أحرق فيها باب الزهراء أحرق فيها بيتها دخل عليها بيتها منعت ومنعت وأوذيت بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لاحظ الإمام العسكري وكأن هذه الرسالة كلها رسالة محبوكة حلقة بحلقة حلقة بحلقة لكي تقول بأن الزهراء هي المظلومة لاحظ كلام الإمام الحسن العسكري بأنه يقول هذا حقيقة لعله نأخذه من جهة مدحا وثناء على سيدة زهراء البتول لكنه من جهة أخرى وإن أردنا أن نكون واقعيين دقيقين في هذا الموضوع فإنه كلام مثير للأسى وللشجن وللحزن الشديد لأنه كلما عظم العنوان كلما عظم وصعب أن يؤذى إنها الزهراء رمز العفة رمز العطاء إنها الحوراء التي نزلت فيها سورة الكوثر ذلك المعنى الغزير الكبير الذي عبر الله تعالى عنه بالكوثر وأعطاه وأهداه لحبيبه من الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم الإمامنا الإمام الحسن العسكري يقول نحن حجج الله على الخلق وأمنا فاطمة حجة الله علينا يا لها من عظمة يا لها من مكانة يا لها من حجية ابتعد عنها القوم فكم كان القوم قاسين عندما تجاوزوا على سيدتنا الزهراء وكم كانت قلوبهم صلة عندما أحسوا بها بين الحائط والباب سيدي أيها الحسن العسكري يا صاحب الذكرى ها نحن ننتظر ولدك المهدية ليملأ أرضنا قصطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا مشاهدين الكرام حتى لقاء آخر وحتى حلقة أخرى أستودعكم الله وفي أمان الله اشتركوا في القناة